بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو قطعة اكيد القطعة الوحدة الثانية اللي تخص جاد وجاني موجودة بصفحة 26 وكذلك صفحة 27 عليها ثلاث اسئلة هنا عزيز الطالب وايضا عليها بالاكتيفيتو بوك مجموعة اسئلة بكتاب الكراس عزيز الطالب يدير بالك عليهم مهمات جدا جدا بالاضافة الى هذاني وراح نقرآنياك ونترجم كل كلمة موجودة بصفحة 26 وكذلك صفحة 27 طبعا هي هذاني اللي يصير المناعة الوحدة يصير هرون story time اللي هي وقت القصة بعنوان طبعا الشخصيات اللي تتكرر هي جاد عن جاني جاد وجوني ذاني الشخصيتين ثابتات بكل القصص لكن المناسبات اللي تصير او المواقف اللي تصير تختلف من واحدة الى اخرى ولو تلاحظ هنا كامبينج التخيم at stonehenge طبعا التخيم يعني خلون خيم وهاي يقعدون يسهون معسكر ويقعدون يسهون للتخيم at stonehenge اللي هي مجموعة من صخور مشكلة على شكل دائري وهاي الصخور يعني اثرية وتعتبر احد عجائب الدنيا وان شاء الله رح ناخذ عليها معلومات من ندخل للقصة انها يقول listen اصغيلي اني read واقرأ بعدي لازم تقرأ تعلم القراءة unfound out واكتشف تكتشف شنو المعلومات اللي موجودات وين بهاي القطعة الجميلة جدا حتى تقدر تجاوب على الاسئلة اللي موجودة هنا وكذلك الاسئلة اللي موجودة في كتاب النشاط عزيزي الطالب طبعا بالنسبة لهذه الصورة هو هذني الستون هينج اللي معناها ان هذه الصخور كلمة ستون معناها جاء الصخور او حجار عزيزي الطالب هذه هي منطقة يصحولها ستون هينج طبعا هذه مجموعة الصخور ان شاء الله رح نتعلم بعض المعلومات عليها ونشوف شنو شغلها وياها سواها وش وقت صارت فرح يعني مجموعة التسائلات رح تلقى اجوبتها بالقطع لحظ هنا يقول الوينرز 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 معناها الفائزين تعرف اكو كانت منافسة بهذه المجلة الشباب العالمية فربحوا جاد وجوني بالاضافة الى الوينرز هسا رح اقول لك بهم الوينرز الفائزين الاخرين للمنافسة وصلوا وين وصلوا الى لندن وصلوا الى لندن منهم هسا رح اقول لك بهم الصباح القادم الصباح معناها القادم صباح كان هناك رح اعددهم منه الشخصيات منه الاولاد اللي موجودين كان هناك مي مي آني جاد وجاد يعني آني من يقصد به جوني اكيد هو ليش لان هو دائما جوني اللي يخبرنا القصة و جوني قاع يحتي يقول انه وصلون الرابحين الاخرين للمنافسة هو جوني دي سولف وقاع شي يقول انه يقول كان هناك مي انا يعني جوني وبعد جاد صديقة هذه مهمة ثلاثة اولاد بويز اخرين هساش اريد من عندك عزي الطالب دولة لازم نحفظهم نحفظ ش نحفظ عزيزي نحفظ هو ومنين جاي يعني من يا بلد جاي هذا الشي مهم اول واحد منهم باولو باولو شخصية شخصية يعني ولد من يعني هو الولد اسمه باولو من ايتيلي كلمة ايتيلي يعني ايطاليا باولو من ايطاليا ماركوس من الولايات المتحدة الأمريكية يعني من امريكا من هو ماركوس و عزيز من الجيريا كلمة الجيريا عز الطالب معناها الجزائر الجيريا تعني الجزائر اذن عندنا ثلاثة اولاد باولو من ايطاليا ماركوس من الولايات المتحدة الأمريكية وعزيز من ألجيريا اللي هي الجزائر عزيزي الطالب صار عندك كم شخصية؟ خمسة جاد و جوني و عزيز و ماركوس و باولو نجي نحن جميعنا سعدنا سعدنا وين؟ مني باس اللي هو الباس الصغير لكي start نبدأ رحلتنا نحن نحن لا نعرف نحن كنا ذاهبين نحن كنا ذاهبين من نذروا الرحل قائد الرحلة البرية كان يدعى كان يدعى شدعى؟ توم و هو كان يقود هو اللي كان يسوق بعد ساعات قليلة مني باس اللي هو الباس الصغير stopped توقف نحن كنا بالقرب نحن و كنا نحن كنا بالقرب تو بالقرب من كلمة مجموعة من مجموعة من كبيرة جدا كبيرة جدا هاي الحجارة المجموعة من الحجارة كبيرة جدا شون كانت in a circle كانت بشكل دائري يعني هاي الحجارة مصفوا فيها و خلين شي حول شي يعني حجارة بصف حجارة و صاير على شكل شنوى circle اللي هي دائري راح يقول من يقول توم مرحبا إلى منطقة منطقة الحجارة سيد توم قال توم وتعرف توم هو الليدر هو القائد واو سيد جاد يعني جاد كان مستغرب واو أوكي يالا روعة سيد جاد it's beautiful إنه جميل but لكن what is it شنو هذا أو ما هذا راح تلاحظ بعد that's a very good question هذا سؤال جيد جدا هاي شنو من قال سيد أو من قالت امرأة ايش قالت طبعا هو جاد السئل قال ما هذا شنو هذا المرأة هاي جاوبت قال that's ذلك a very good question سؤال جيد جدا أو سؤال جيد جدا لين قد معناها جيد وفاري جدا جيد جدا من هو قال يعني جاوب جاد هاي سيد قالت امرأة هو التي had joined us التي قد انضمت لنا يعني جدت صارت ويان هاي اسمها was claira claira معناها امرأة اللي جاوبت جاد claira وطبعا راح عرف لك يا بعد claira من هو claira هي كانت مرشد السياحي في هذا المكان اللي هو stonehenge nobody knows لا احد يعرف يعني ما احد يعرف هذا شنو because لأنه it's انه over five four thousand years old اللي عمرها كان اش كان انه اكثر من اكثر من 4000 سنة 4000 سنة لذلك لا احد يعرف بعد اش راحت قلهم طبعا هنا هذي لو تلاحظ هنا اعلى عز الطالب old يعني اكثر من 4000 سنة بعد اش راحت قلهم come for a walk تعالوا تعال تعالوا لأنه مجموعة for a walk لنتمش او تتمش with me تعالوا للمش معي and where i'll انا سوف tell you اخبر كم more about it الكثير عنها اللي هي سان هنج عن هذا المكان عنه she said هي قالت we think نحن نعتقد people الناس came here جاءوا الى هنا a long time وقت time معناها وقت long طويل a long time ago وقت بينما نحن نتمش بها so عزيز رح يقولها so لذلك it was انه كان يعني هذا المكان for astronomy كلمة astronomy اللي هو علم الفلك دراسة علم الفلك فالغرض من عده ان يعتقدون انه هو لدراسة علم الفلك من اللي قال هذا الكلام الجميل اللي هو قال عزيز كلارا رح تجاوب تقول exactly كلمة exactly معناها بالضبط said كلارا but لكن the stones الحجارة are so big كبيرة جدا and heavy وثقيلة the questions الأسئلة أو السؤال is هو how did people build it يعني السؤال هو كيف الناس بنوها يعني شون سووها هذه الحجارة الكبيرة جدا جدا العملاقة did they use trucks هل هم استخدموا الشاحنات on the cranes والرافعات asked marcos طبعا هذا السؤال من لحد لنا سؤال marcos طبعا johnny راح يرد علي trucks on cranes شاحنات و رافعات i laughed يعني هو يصالف هو صعب يقول trucks on cranes أنا اضحك يعني هو يصالف يضحك it is انه was for انه كان 4000 years ago هذا البناية قبل اربعة الاف سنة مضت يعني منين اكو شاحنات منين اكو شاحنات منين اكو رافعات منين اكو شاحنات منين اكو هي قبل 4000 سنة راح تجي ضيف من راح تحكي شوف النوب فالشغلة عجيبة ليش قلت لك انا احد عجاب الدنيا لحظ بعض الناس يعتقدون ذيوة انها شبيه built انها قد بنيت بواسطة جايانس كلمة جايانس عزيز الطالب معناه عمالقة انها بنيت بواسطة منو بناها بناها العمالقة لو تلاحظ جايانس من اللي قال سيد كلايرا كلايرا قالت ربما منو عمالقة أو بواسطة السحر لو تلاحظ ربما الفضائيين بط ذام بط ذام وضعوها هنا ولاحظ هذا منو جاك 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 يعني شون يتمازح يشاقة لو تلاحظ رح عيد لك الفكرة حتى تركز ياي هنا كلايرا قالت بعض الناس يعتقدون بواسطة بواسطة العمالقة من ياللي قالت سيد كلايرا وبعد قالت بواسطة السحر جاد رح يضيف شي يضيف يقول ربما الفضائيين بط ذام وضعوها هنا وجاد شنو يمزح رح شترد علي كلايرا رح قال حسنا سيد كلايرا بعض الناس يعتقدون بذلك أيضا يعني بعض الناس يعتقدون ان الفضائيين اللي هم بناها وسووها بعد ذي بليف هم يعتقدون هم يؤمنون يعتقدون بمن يعتقدون خل الروح عنياك على صفحة 27 ونشوف باش يعتقدون وشنو الفكرة اللي كانت عدهم عزيزي الطالب حول هذا الموضوع ولو تلاحظ هنا عزي الطالب هم يعتقدون بأن بأن شنو ستون هينج اللي هو هذا المكان مال الصخور is a landing place مكان شوف place معناها مكان landing للهبوط مكان للهبوط يعني شنو for alien alien space ships space ships اللي معناها السفن الفضائية للفضائيين space ships السفن الفضائية المن للاليين الفضائيين لاحظ يعني لم كنت ضاحك يعني ما اضحك اليوم اعتقد this place is a scary شوف ليش ما اضحك لان كان خايف شي يقول انا اعتقد انه هذا المكان is a scary هذا جوني جوني خايف خايف انا اعتقد انه هذا المكان is a scary خايف فكلايرا راح اتجاوب على انه فكرة انه هذا المكان مخيف فراح تقول او يعني مستغربة i don't think انا لا اعتقد it's scary انه مخيف said كلايرا انا لدت علي it's beautiful it's beautiful انه جميل especially خصوصا first thing the morning خصوصا في اول اول شي في الصباح يعني بداية الصباح and i have got هذا توم راح يحتي and i have got انا لدي some good news اخبار بعض الاخبار الجيد من اللي قال عد اخبار said tom انا لدي بعض الاخبار الجيد we are going to camp here نحن سوف camp معناها نخيم here we are going to camp here نحن سوف نخيم هنا tonight الليلة هي هاي الاخبار الجيد so لذلك you can see لذلك انتم يمكنكم رؤية the sun rise شروق الشمس sunrise اللي معناها شنوى شروق الشمس see رؤية the sun rise شروق الشمس tomorrow غدا صباحا يعني غدا صباحا آد في الساعة 5 15 في الساعة الخامسة والخمسة عشر دقيقة طبعا جوني من هذه الاخبار الجيدة يعني رح يتفاجئ يقول camp here نخيم هنا I ask أنا اسألت I was scorn أنا كنت خائفا بعدها جاد رح يضيف يقول 5 15 يعني بالخمسة وربع بالخمسة ومسطعش دقيقة جاد said that هذا أو ذلك too early جدا مبكرا أنه بعد in the evening يعني بعد الدنيا الليل شون تشرق الشمس في in the evening في المساء فكرة جاد شنو أنه بالخمسة وربع هذا جدا مبكر in the evening في المساء يعني بعد ترى الدنيا الليل أوكي يعني ما عرف شون تشرق بهذا الوقت هيتش جانت فكرته we made نحن صنعنا يعني سويني a fire نار on set وجلسنا in a circle بدائرة يعني أكيد من يسوون نار يجلسون حولها على شكل دائري we toasted نحن حمصنا marshmallows كلمة marshmallows عز الطالب اللي marshmallows راح أراويك يا وتبكيفك شوف اللي حمصو هذا عز الطالب لحظ هذه العصى أو العيدان الصغيرة خلين بيه هذا marshmallows هذا شفت يعني أنا أول بداية marshmallows ما مر عليه مفردة بحثتها بالقاموس طلع عليها نفسها marshmallows إنه بحثتها بالجوجل طلعت له الصورة إنه بحثت على يوتيوب قال لي marshmallows شون ينسوين صنعة آخر شي طلع يشبه المن السماء يشبه شنوه المن السماء فأما كلمة توستيد معناه حمصو يعني حطو عنا لو تلاحظ شوو فهاي كلمة توستيد marshmallows اللي هو هذا التنة من السماء شربنا هات شاكليت اللي هو مشروب الشوكالة شوف هاي الشوكالة معناها شوكالة هات الحار وشربنا مشروب الشوكالة الحار The other boys الأولاد هاي boys الأولاد الأولاد الأخرين took turns تبادل الأدوار took turns كلها معناها تبادل الأدوار بمن to tell لكي يخبروا scary stories قصص مخيفة they وهم كانوا all جميعهم having fun مستمتعين and laughing ويضحكون but لكن I was أنا كنت still scared يعني لحد الآن خايفا بعد لو تلاحظ عز الطالب ننزل قليلا هنا وهذا القاعدة الحلوة وهذا النار وهذا الأولاد الخمسة اللي قلت لك بهم من البداية لاحظ هنا يقول I don't feel well أنا لا أشعر أنني على ما يرام I said أنا قلت وخليها بالبالك كل ادل على جوني يعني جوني go to bed رحي نصحة منه جاد شي يقل أنت ينبغي عليك أن تذهب المل للفراش ياه اللي قال جاد During the night خلال الليل I woke up أنا استيقظت in my tent في خيمتي because لأن there was كان هنا a strange noise اللي هي ضجة أو صوت غريب What was that ماذا كان هذا شين هالصوت I shouted يعني صرخت صيحت يعني شين هالصوت في هالطريقة أوكي What was that بعد عزي الطالب خلي نشوف شين هالصوت اللي كان زميننا وعزيزنا جوني الخائف في هذه الرحلة The strange noise لو تلاحظ هنا strange معنا الغريب noise الصوت أو الضجة الغريبة happened حدثت again مرة أخرى There was كان هناك something شيئما outside خارج our tent خارج خيمتنا It could be إيش راح يتساءل إنه يمكن أن يكون إنه يمكن أن يكون aliens فضائيين aliens فضائيين I said جون قال جوني قال أنا أعتقد يمكن أن يكون فضائيين I said عزيز راح يضيف طلع عزيز هم خائف البطل أو maybe أو ربما It's a giant أو ربما إنه عملاق said عزيز He هو عزيز He هو was kind scared to now يعني هو الآن خائف to أيضا He هو was kind scared خائف and now الآن to أيضا يعني هو صار خائف وياي موكس صديقهم شوي opened فتح the tent الخيم and laughed وضحك there was a sheep كان هنالك أشيب اللي هو واحد من الأغنام أحد الأغنام and شوف أشيب يعني أحد الأغنام and it وإنه was eating كان يأكل our marshmallows اللي هو هذا الطعام اللي قلت لكم عليه مثل من السماء marshmallows وكان يأكل هذا المن السماء خلن نقول لحظ Tom woke as up early Tom أيقظنا مبكرا the next morning الصباح القادم يعني جانا الثاني يوم الصبح قعدنا مبكرا it was إنها كانت stall dark كلمة dark يعني ظلمة as يعني إنها كانت لحد الآن ظلمة as we كما نحن walked نتمشى كنا نتمشى to the stones في هذه الصخور أو إلى هذه الصخور we stood نحن وقفنا in the center في المركز of the circle في مركز الدائرة اللي هي تعرف إن الصخور كانت على شكل دائرة وقفة وبالنص and waited وانتظرنا at exactly يعني بالضبط five o'clock في الخامسة ضبط the sun الشمس started بدأت to rise that is beautiful هذا جميل said it is amazing oh it's amazing إنه رائع said ماركوس قال ماركوس he had his camera هو لديه camera and he was taking a lot of photographs وإنه وإنه يعني هو كان يلتقط أو يأخذ الكثير من الصور aren't you hubby ألست أنت سعيد you got up early أنت استيقظت مبكرا جاد طبعا جوني قريس جاد يقول ألست أنت سعيد لأنك استيقظت مبكرا جاد i said أنا قلت يعني جوني داي سول في سأل جاد لاحظ but لكن there was no إنه معناها لا was كان هناك أو لا يوجد هناك answer جواب i turned طبعا جوني جوني يقول أنا استذرت around حولي أن saw him ورأيت رأى من جاد sitting جالس against one of the stone against يعني على واحدة أو ضد واحدة هاي كلمة against يعني من تيش على واحدة تيش حظر علي عز الطالب one of the stones على أحد الصخور his eyes عيونه were closed كانت مغلقة and he was fast asleep وإنه قد نام نام بسرعة وهو كان نائم بسرعة أو نام بسرعة i picked up أنا التقطت his كامير كامرته and took وأخذت a photograph صورة of him صورة له واش قال no it's my turn الآن دوري to take لكي أأخذ a funny photograph لكي أأخذ photograph صورة funny مضحكة وبعدها i laughed أنا ضحكت هذا بالنسبة الشرحة 26 27 بالتفصيل راح ننتقل آني عزيزي الطالب على صفحة 26 وعدنا هنا ثلاث أسئلة مهمات جدا جدا راح نجاوب آني آكم ولو تلاحظ where are the boys الأولاد وين هم هم وين رايحين لو تلاحظ at stone hinge الج اللي هي الصخور اللي صال نساء نحج عليها أما بالنسبة للسؤال الثاني which new characters أي الشخصيات الجديدة are introduced التي قدمت طبعاً طبعاً ثلاثة شخصيات جديدة اللي هم عز الطالب باولو من إيطاليا ماكوس من الولايات المتحدة الأمريكية وعزيز من الجزار عزيز من الجزار أما بالنسبة للسؤال الثالث ماذا يحدث لجاد والجواب جوني أخذ والتقط صورة مضحكة of him له لجاهد يقصد while بينما he was asleep بينما كان هو نائم بينما هو كان نائماً هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح صفحة 26 27 قد انتهى درسي انتظرني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته